بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسرعة أيها الأحبة انتشر فيديو عن دوران الحيوانات لترسم مسارا دائريا واستمر هذا الأمر أحيانا عدة أيام نريد أن نتساءل هل هي ظاهرة طبيعية أم علامة خطيرة لحدوث شيء مثلا من الناس من ربط هذه الظاهرة باقتراب الساعة ونحن موقنون أيها الأحبة أن الساعة أصبحت قاربة لأن معظم العلامات الصغرى ظهرت التي أنبأ عنها النبي عليه الصلاة والسلام وبقي العلامات الكبرى والساعة تأتي بغتا كما يؤكد القرآن العظيم لذلك أيها الأحبة أرجو ألا نطمئن في هذه الدنيا وأن لا نجعل أملنا طويلا الساعة لا تأتي إلا بغتا كما أكد القرآن العظيم الحقيقة أيها الأحبة الفيديو الذي أود أن أعرضه وربما الكثير شاهده فيديو لي أغنام تدور بشكل دائري طبعا هذا الأمر حدث في شمال الصين مؤخرا ولفت انتباه الباحثين والعلماء وحاولوا أن يضعوا تفسيرا له طبعا أيها الأحبة مثل هذا الأمر حقيقة العلماء حتى الآن عجزوا عن إيجاد تفسير علمي السبب أنها ظاهرة غريبة فأفضل تفسير وجده العلماء أن هذه الخراف حسب مبدأ القطيع هناك أحد الأغنام بدأ يدور بشكل دائري وتبعه الآخرون يعني هذا ليس تفسيرا إنما مجرد رأي تفسير الآخر أن صاحب هذه الحظيرة حجز الأغنام لفترة طويلة فأصيبت بالاكتئاب فبدأت تلف حول نفسها لأنه ليس لديها ما تفعله تفسير ثالث يقول هذه الأمراض تصاب أحيانا بمرض يجعلها تدور ولكن مثل هذه الأمراض لا تعيش طويلا هذه الخراف بقيت كما يقال أكثر من عشرة أيام بحدود 12 يوما وهي تدور بهذه الدائرة الحقيقة أيها الأحبة أنا لدي رؤية أنه لا يوجد شيء عبث في هذا الكون هذه الحيوانات عندما تقوم بسلوك غريب لابد من حدوث أمر أيضا غريب أو أمر خطير لأننا نعلم أن الحيوانات تسمع الترددات المنخفضة جدا نحن لا نسمعها فالفيلة مثلا تسمع الترددات المنخفضة جدا التي تطلقها الأرض قبل حدوث بعض الكوارث مثل الزلازل وبالتالي تبدأ هذه الفيلة بالركض وبالهيجان مما يدل على حدوث زلزال أو كارثة فدوران هذه الأغنام بهذا الشكل الغريب ربما يدل على حدوث كارثة قريبا نحن لا نعلم طبعا نسأل الله السلامة والعافية للجميع أنا كنت قد نشرت مقالة قبل سنوات عن أن الضفاضع تتنبأ بالزلازل هذه الصورة هنا أيها الأحبة لعدد هائل من الضفاضع هجرت مساكنها وبدأت تتجمع في منطقة بعيدة عن زلزال سيحدث بعد أيام لاحظتم أيها الأحبة لذلك هناك زلزال مدمر في الصين حدث قبل سنوات دمر مناطق شاسعة من الأرض وأباد مئة ألف إنسان وشرد مئة ألاف طبعا هذا إنذار من الله ونوع من العذاب ليعود البشر إلى الله الذي قال وَلَنُذِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ هذا الإنذار لكل البشر أيها الأحبة طيب الظاهرة الغريبة التي حيرت العلماء هي نزوح عدد هائل من الضفاضع قبل الزلزال بيومين وتجمعهم أين تجمعوا حقيقة في مكان آمن بعيدا عن الزلزال ولكن هذه الظاهرة لم يكتشفها العلماء إلا بعد حدوث الزلزال وحدوث دمار هائل وعدد هائل من الضحايا هذه المخلوقات زودها الله بأجهزة إنذار تتحسس الترددات المنخفضة جدا التي تصدر عن الأرض قبل الزلزال يعني هذه الترددات أيها الأحبة حتى الأجهزة الدقيقة لا تقيسها حتى أجهزة الزلازل لا تقيسها ولا تستطيع أن تتنبأ بها ولكن بعض من هذه الحيوانات أو هذه الكائنات لديها قدرة أكبر من البشر وأكبر من الأجهزة على التنبؤ بالكوارث والزلازل لذلك تأخذ حذرها وتبتعد عن مكان الخطر فسبحان الله يعني أنظروا كيف أن الله عز وجل زود هذه الكائنات بقدرات هائلة نستطيع أن نقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال المبين هؤلاء الظالمين يدعون أن كل شيء جاء بالمصادفة أحبة في الله في الكون لا مصادفة على الإطلاق حتى الورقة التي تقع الورقة التي تسقط من الشجرة هي بتقدير من الله وهي بنظام محسوب وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعن طبعا هنا أيها الأحبة بعض الحيوانات قلنا تتحسس الترددات المنخفضة التي تطلقها الأرض كمؤشر على اقتراب الزلازل التطور العلمي الهائل بقي عاجزا أمام تحليل هذه الترددات أو معرفة ما الذي تدل عليه سبحان الله لذلك هنا أيها الأحبة قد يلجأ العلماء في المستقبل لاستخدام هذه الحيوانات للتنبؤ بالزلازل ومن هنا نستطيع أن نقول للمشككين والذين يقولون لماذا خلق الله الضفاضع لماذا خلق كذا لماذا خلق كذا كل مخلوق مسخر لخدمتك أيها الإنسان وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه كل شيء مسخر لك جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون طبعا الطيور الفيلة الحيتان الأسماك كلها لديها قدرة على التنبؤ بالزلازل والأعاصير والكوارث الطبيعية سبحان الله هناك دراسة أيضا توصلت إليها الباحثة راتشيل جراند بيّنت أن سلوك الضفاضع قد تبدل في منطقة لكويلة الإيطالية عام 2009 حيث يعني لوحظ فرار هذه الضفاضع من البحيرات التي كانت يعني هي المكان الطبيعي لها بعد ذلك خدث الزلزال قوي بلغ بحدود 6.3 على مقياس الاختار يعني الظاهرة هذه لوحظت في الصين وفي إيطاليا وفي أماكن متنوعة وبالتالي قد يكون دوران هذه الأغنام مؤشر على شيء نحن أنا أنا بالنسبة لك مؤمن أي ظاهرة أراها أأخذ منها العبرة أي شيء يلفت انتباهي في هذا الكون يجعلني أقول سبحان الله ويجعلني دائما أسرع للاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى لأن يوم القيامة قريب أيها الأحبة والله يأمرنا قال تعالى أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين لذلك أي ظاهرة أخي الحبيب تراها من حولك سارع للدعاء سارع للتومة النبي عليه الصلاة والسلام عندما شاهد الكسوف سارع للصلاة مع أنها ظاهرة عادية وسارع للإستغفار وسارع للإكثار من السجود والدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى هذا هو حال المؤمن إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين نساء الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعونا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر